السلام عليكم إخواني حياكم الله معكم أخ ديركم علي باريش دائما فيما يخص قضية السحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم في هذا الفيديو غير رجعه باش نكشفه ونفضحه التحركات المشبوهة للعناصر البوليزاري والأبواق والمرتزقة دياله وكذلك التحركات ديال المخابرات الجزائرية في فرنسا وبالأخص في المعاقل دياله بريسوير، نويلوزوبيي، أوسني، نونت، بوردو، تولوز، مونت لاجولي، ليميرو المناطق اللي كتتمركز فيها عناصر البوليزاريو بكاترة واللي كتعتبر واحدة من أكبر معاقل البوليزاريو في العالم بعد مخيمة تندوف وتعرفوا أنني قبل شهور من الآن كنت أعملت سلسلة من الفيديوهات اللي كشفت بها بالملموس وفضحت بها بالدليل القاطع وبالبرهان تحركات عناصر البوليزاريو هذه القناة المتواضعة كانت كشفت عند مخططات خطيرة ديالعناصر البوليزاريو ومنها مخططات خطيرة كجمع عناصر البوليزاريو كيتواجدوا في فرنسا وعلاقتهم بجامعات إرهابية متطرفة في منطقة السحر والسحراء كذلك كنت كشفت بالدليل القاطع وبالبرهان تلاعبات خطيرة لعناصر كتحمل الجنسية الفرنسية وموظفة مناصب كبيرة داخل الدولة الفرنسية وموالية البوليزاريو كتلعب وكتنهب بالمال العام الفرنسي في عدة فيديوات وأنا كنت تكلم على وجه الخصوص على ولد عميرة سيدي الحيمر الخطاري نائب عمدة مونت لازول لكن تمكنت أنا شخصيا من إسقاط هذا الشخص في فخ العادة الفرنسية وتتعاملوا معاه عدة تحقيقات ولقاونها بجوجة ديال المليون ديال الأورو استغلها لصالح وطروحة البوليزاريو في وقفات ومظاهرات وتوطين عناصر البوليزاريو وجلبهم المخيمات وكذلك من المغرب ويستقروا بطرق غير شاعية داخل مونت لازولي على وجه الخصوص ناهيكم على الحاج جاميرا اللي هو والد سيد الحيمر الخطاري اللي هو تاجر كبير في فرنسا غني جدا وعنده متاجر كبيرة كيتجمع فيها المساعدات اللي كتتحصل على ما يسمى الجاليات والشعب ولما يسمى عندهم كذلك الجمعيات الصحراوية اللي كتطلب الصدق من المؤسسات الفرنسية ودور التقافة وكتجمع عند عميرا وكتتحول مباشرة لتباع في الجزائر وما كتصرش نهائي المخيمات يدوف كلها خطط وتلاعبات وتحركات كنتكشفت في سلسلة من الفيديوهات في هذه القناة اليوم أخوتي كنرجع من جديد كنرجع باش نكشف لكم تلاعبات وتلاعبات وتحركات عناصر البوليزاريو والمخابرات الجزائرية في فرنسا وبالأخص في معاقل البوليزاريو في فرنسا هذه الفيديوهات اللي راك تشوفوا اليوم راها مسجلة بالأمس وسجلة خصيصة لهذه الفيديو شوقت باش نوصل لعناصر البوليزاريو والمخابرات الجزائرية أن تحركاتكم في فرنسا وبالضبط وبالأخص في معاقل البوليزاريو اللي تكلمت لكم عليها بالأسماء موت لاجولي بريسوير نونت نويلو زيبي ليميرو وغيرها من المناطق وهذه الفيديوهات سأكد لكم بها أنكم مكشفين وتلاعباتكم وتحركاتكم معروفة وهي في مرمى من الحجر وإن شاء الله ابتدائل من هذا الفيديو سأبدأ نسترد كل تحركاتكم والفضاء إحدى لكم داخل معاقل البوليزاريو في فرنسا هذه الفيديوهات تم التقاطها من بريسوير بريسوير الإخوان فيها واحد الخالية من موظفين أشباح من عناصر متحصلة على الكارطيات من أشخاص من أشبال الحسن الثاني كيتجمعوا مع عناصر البوليزاريو وفيهم أشخاص متطرفين موالي الجماعات إرهابية في جنوب جزائر وفي شمال مالي شيء آخر لازم تحرفوه أن بيضق البوليزاريو واحد اللي كان من أكبر دروعها في فرنسا حسان الموليد علي ولحسان بودزاكارت هذا الشخص اللي فار من العذالة واللي كانت كتعتمد عليه البوليزاريو في جلب مغاربة من ودنون قلميم طانطان أسزاك سيدي إفني وباقي مناطق الجنوبية المغرب كيجلبهم في فرنسا وكيردهم منتمين للبوليزاريو وكيفعلهم ملفات مزورة متعلقة بقضايا اللجوء السياسي وكيفكتب لهم ما يسمى القصة في بريسوير فهذا الشخص اللي هو حسان بودزاكارت علي تخلت عليه البوليزاريو نهائيا حتى السيارة اللي كانت كساب اليوم هي معطلة وبدك يعتمد فقط وكيفكت مشي على الرجليه وأصبح متخلى عنه وكيفما سبق ليا كنت قلت لكم في فيديوهات سابقة أن هذا حسان أم مليل علي ولا بودزاكارت حسان اللي هو الإسم اللي الحقيقي كانت كتجمعه علاقة قريبة جدا من البشير مصطفى السيد هذا البشير مصطفى السيد هو نفسه في أزمة البشير مصطفى السيد اللي هو مربي قطعاء الإبل خصوص فيما يسمى المناطق العازلة اللي كانت كتسمى البوليزاريو مناطق المحررة تمكت عنده قطعان إبل كتيرة لكن بعد خرق البوليزاريو وقف إطلاق النار من عمية القرقيرات الضروضة المغربية أصبحت تستهديف أي تحرك مشبوه داخل المناطق العازلة اللي كانت كتابة البوليزاريو أنها مناطق محررة وبالتالي هذا البشير مصطفى السيد اخسر وضعوا لي قطعان كبيرة من الإبل نتيجة القصف المتواصل للدرونات المغربية لأن الدرون أي تحرك دموي دمائي كان دي البشر ولا دي الحيوان كتسهد في الدرون مباشرة بشير مصطفى السيد اليوم في أزمة وكان كيمول عاد كبير من بياضيق البوليزاريو في فرنسة فاليوم تخلى عنهم وتخلى على وجه الخصوص على بوت زكارة حسان اللي هو المسمى حاليا حسان الموليد علي هذه الفيديوهات كذلك تم توثيقها من مونت لاجولي واحدة من أكبر معاقل البوليزاريو على الإطلاق في هذا مونت لاجولي كيتواجد عاد كبير من المخبرين الجزائريين وكذلك عاد كبير من مرتزقة وبياضيق البوليزاريو هنا بالضبط فين تم جلب واستدراج بوخنونة فيصل كناريا بهلول فيصل اللي هو فيصل بوخنونة استدرجوا عناصر البوليزاريو من أجل أنه ينفذ الأضروحة ذياله من الإجرامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحيث خرج فيصل بوخنونة في عدة فيديوهات كان يهدد فيها المغاربة بالقتل والتقطيع وارتكاب جرائم إرهابية وتم توثيقها بنفسه عبر سلسلة من الفيديوهات واللايفات بعد ذلك وبعد ما نكشف الأمر دياله الفيديوهات دي الفيصل بوخنونة اللي كان يتوعد بها بارتكاب أعمال إجرامية إرهابية بحق أبناء الشعب المغربي الصبحت كتهدد كذلك عناصر وبياضيق البوليزاريو في مونت لاجولي وتم طرده مباشرة من مونت لاجولي إلى شخص آخر في بلجيكا هنا فين تم تتبيت وتوتيق أن فيصل بوخنونة كيجلس مع عناصر بلجيكية من أصول عربية متابعة من طرف المخابرات الدولية وكذلك البلجيكية بحكم أن هذه العناصر كانت لهذه زيارات مشبوهة لدول النشيطة فيها الإرهاب السورية العراق جنوب تركيا أفغانستان اليمن وغيرها بالمناطق هاد الناس اللي يجلس معهم فيصل بوخنونة في مقاهي مولومبيك وغيرها من الأحياء البلجيكية أكدت لنا بالمنموس أن فيصل بوخنونة في طريقه لارتكاب وتنفيذ أعمال إرهابية حقيقية على أرض ميدان ويخرج من التهديد عبر الفضاء الأزرق الواتساب والفيسبوك إلى التنفيذ على أرض الواقع وبالتالي من الكشف أمره كذلك في بلجيكا تم طرده إلى إسبانيا هناك تم اعتقاله بتهمة أنه إرهابي كيهدد بارتكاب أعمال إجرامية إرهابية فيصل بوخنونة تم الحكم عليه في المحكم الإسبانية الرقم 5 وكيتواجد كذلك في السجن كيتلقوا عليه الرقم 5 كيتواجد ما بين أوكاريا وطريدو في جبل طليطلة واحد من أخطر السجود الإسباني السري على الإطلاق وكيشد فيه فقط الإرهابيين والحاملين للفكر المتطرف من هذا السجن كذلك سيتم نقله في الأيام القليلة القادمة إلى السجن الآخر أكثر خطورة بحكم أن فيصل بوخنونة تبت بالدليل القاطع المنموس أنه عنده علاقة مقربة من عناصر كانت لها زيارات في المناطق والنقطة العالمية التي تنشط فيها تحركات إرهابية وجماعات إرهابية كذلك فيصل بوخنونة تبت على نفسه أنه إرهابي عبر سلسلة من الفيديوهات واللايفات اللي كيهدد فيها وكيواعد فيها أنه يرتاقب جرائم إرهابية اللي هي القتل والتقطيع والانفجارات وبالتالي فيصل بوخنونة هو واحد اليوم من أخطر الإرهابيين الموالين للبولزاني شيء آخر مهم جدا وبصفتي مواطن مغربي علي باريش أنا عندي نداء القنصوليات المغربية في فرنسا وأنا كنقصد هنا بالضبط قنصولية بوردو قنصولية بونتواز قنصولية تولوز قنصولية ترين في هذه المناطق يتواجدون عناصر موالية البوليزاريو كتحضر في وقفات ومظاهرات البوليزاريو كتمول عناصر البوليزاريو وفي نفس الوقت كتحمل الجنسية المغربية والبعض منهم موظفين أشباح وكذلك أشبال حسن ثاني وكيتحصل على كارتيات فنصيحتي لهذه القنصوليات المغربية والقناسية المغاربة والموظفين الدبلوماسيين أنه تكون عندهم حوارات ونقاشات عن قرب مع الدبلوماسية الموازية اللي هما حقوقيين وفاعليين الجمعويين وأبناء الشعب المغربي 2018 بكثرة في فرنسا واللي في دورهم كذلك عندهم قرابة وعلاقة قريبة من عناصر البوليزاريو الحاملين للجنسيات المغربية واللي يحضروا في وقفات البوليزاريو فهذه الدبلوماسية الموازية هي اللي ممكن تزود القنصوليات المغربية بأسماء هذه العناصر المغربية المواليات للبوليزاريو وبالتالي أي شخص من عنصر من عناصر البوليزاريو وكيحمل الجنسيات المغربية توجه القنصوليات المغربية يجب التعامل معه بمعاملة خاصة خصوصا أنه تبت مؤخرا أنه عدد كبير من عناصر البوليزاريو اللي يحملوا الجنسيات المغربية باعتبوا وكلاته ديال الانتخابات لأشخاص آخرين باش يترشحوا مكانهم وصوتوا مكانهم في انتخابات المغربية وهذا خطير بحد ذاتي الدبلوماسية الموازية اللي فيها عدد كبير من أبناء الجانية المغربية في أوروبا بالأخص فرنسا هم أكثر ذراية بالتحركات عناصر البوليزاريو هم أكثر معرفة بأسماء عناصر البوليزاريو مقرمة على الدبلوماسية الموازية باش يزودوهم بأسماء هذه العناصر اللي كتستفد من البوليزاريو وتستفد من المغرب وتتعلم في المغرب وهي موالية البوليزاريو شيء آخر مهم جدا لازم نشيروا ليه ونحضروا بيه وتكون عندنا رسالة للسلطات المغربية والقناسل والقنصليات المغربية في أوروبا مؤخرا واليوم بالضبط ويابس كانت هناك عدة مناوشات ومظاهرات في مدينة قلميم بعد الانتخابات المغربية بطبيعة الحال الانتخابات المغربية شأن داخلي لكن لازم تعرفوا أن أبناء قلميم المغاربة الأقحاح مستهدفين من المخابرات الجزائرية والبوليزاريو عدد كبير من الجالية المغربية اللي كتلحدة من قلميم وصلت إلى فرنسا وتم الدفع بهم لتبني أطروحة البوليزاريو الانفصالية وهم اليوم عدد كبير منهم متحصل على اللجوء السياسي عن طريق التزوير ومتوطنين ومستقرين في مونت لاجولي فالمظاهرات الأخيرة اللي عرفت قلميم شوهد فيها وتم توثيق فيها عدة عناصر موالية البوليزاريو قدمت من مونت لاجولي ميرو فقط من أجل إطارة الفتنة والتفرقة والشغب وأعمال إجرامي في قلميم كنعرفوا أن ما قام به بعيدة بعد الاقتراع الانتخابات شيء طبيعي جداً احتجاج سلمي عادي جداً كيوقع في كل دول العالم ونفسه بعيدة بعد ما شفتلك الاحتجاجات خرج بالتصريح أن عناصر أخرى كتصغل هذه الاحتجاجات السلمية البعيدة والحزب بشتير الفتنة والتفرقة والعداوة والإجرام داخل مدينة قلميم فحداري كل الحضر من السلطات المغربية ومن القناسل المغاربة ومن الدبلوماسيين المغاربة في أوروبا بش ياخدوا بعيد الاعتبار العناصر الموالية البوليزاريو واللي كتحمل في نفس الوقت الجنسية المغربية واللي قلنا أن الكبير منهم موظفين أشباح ومتحصلين على كارتيات الحسن الثاني أشباح الحسن الثاني فكامل الحضر وعلى القنصليات المغربية أنها تسفد من خدامات الدبلوماسية الموازية اللي كيعرفوا عن قرب أسماء عناصر البوليزاريو اللي كتحضر في وقفات ومظاهرات اللي كتنظم في فرنسا في مونت لا جوليف بريسوير في البلاس لغيوبيب وفي نفس الوقت كيحملوا الجنسيات المغربية وكيستفدوا من هذه الخدامات اللي كتوفرها القنصليات المغربية في أوروبا إلى هنا أخوتي قنكتافوا بعد القدر ونتمنى نصيحتي ورسالتي القنصليات المغربية تنفد كواحد من أبناء الشعب المغربي كمواطن مغربي كنوجه نداء القنصليات المغربية كذلك نوعد الوعيد الأسود العناصر البوليزاريو اللي متوطنا في معاقل البوليزاريو في فرنسا مونت لا جولي بريسوير نويلو زوبي ليميرو نوت غيرها من المناطق أنكم معرفين عن قرب وإن شاء الله ستكون لدينا فيديوهات أخرى أكثر خطورة سنرسدوا بها التحركات ديالهم بالفيديو والصور والأسماء حياكم الله ويحيا الشعب المغرب العظيم موسيقى